السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برغم كل محاولات الدملة السرطانية التي زرعتها إيران المجوسية في جسد الدول العربية مثلا في لبنان أو في العراق أو في اليمن مع وجود الدملة السرطانية النصرية في سوريا لم يستطعوا هؤلاء إلا أن يظهروا بصفة المجوس أو بصفة الأديان الوثنية أو الأديان الوضعية البعيدة عن الأديان السماوية أو المعادية للأديان السماوية فنرى الآن بكل وضوح ظهور محور المماتعة في الجنوب اللبناني على أنه محور مجوسي على أنه محور يعبد الأصنام ويقدس حتى الآن أصنام مجوسية استبدلها بـ 12 اسما مأخوذين من أهل البيت الذين نحن نعرفهم أما موضوع الـ 12 معصوص الذي هم يعبدونهم من غير الله فنحن لا نعرفهم ولا نعترف بهم خلوني ألكم أهم نقطة كشف الآن محور المماتعة في أنهم عبارة عن دين وثني تم استحداثه من أجل أذية الإسلام والمسلمين طبعا هم دائما كانوا يمارسون التقية ولكن سبحان الله الله سبحانه وتعالى أراد أن يكشفوا بعد ما أخذتهم العزة بالإثم طبعا نعرف أنهم نالوا من عرض النبي عليه الصلاة والسلام ونالوا من الصحابة الصحابة اللي هم نقلوا القرآن والسنة ثم قالوا بتحريف القرآن وقالوا أن القرآن أحد أنذالهم من المعصوصين الـ 12 هذا رقم الـ 12 وهو هارب مثل الجرذ من العسكر العباسي من 1200 سنة تخبى بسرداب ما بنعرف وينه قال القرآن صحيح هو معهم هي قالوا طب هم بدنا أن يعطوا دليل أنه بالفعل حقيقة هم ما بيعترفوا بهذا القرآن هم يعادوا القرآن هم يعادوا القرآن ورغم كل التقية اللي هم يحاولوا يصدروا فشلوا ما استطاعوا الآن نرى أنه الفطائس اللي عندهم في الجنوب اللبناني أو في إيران المجوسية إن كان في الكتابة على فطائسهم التي نفقت أو إن كان في وسائل التواصل الاجتماعي أو في كل المحلات هل نسمع ذكر للقرآن؟ دعاية الجهاد والكذب هذا نفاق كشف حتى دعايتهم في تحرير المسجد الأقصى هم يقولون أن هذا المسجد الأقصى هو مكان للقاذورات والزبالة المسجد الأقصى هو في السماء الرابعة اللي عم ينقل هذا الكلام ما اسمه جورجو توني ما احترامي للمسيحيين أنا أم بعطي المثال طبعا اسمه حسن وحساين وعلي يعني هني دم لسرطانية في جسد الإسلام استحدثت من أجل تخريبه قليلا نرجع للنقطة المهمة اللي كشفوا فيها الآن نحن في زواجنا نستفتح بآيات من القرآن الآن في تعازينا نستفتح بآيات من الذكرى الحكيم الآن إذا حبينا نحل مشكله نستفتح بآيات من الذكرى الحكيم الآن إذا حبينا نفتح باب للرزق نستفتح بآيات من الذكرى الحكيم الآن إذا حبينا نصلح بأمر نستذكر آيات من الذكرى الحكيم في الموت آيات من الذكرى الحكيم وفي الشهادة أيضا نفس الشيء الآن هني شوفوا من أكبر نافق اللي هو حسن النافق إلى أصغر جرز قتل داخل السراديب أناشيد لطميات أحقاد ولا بسملي أتحدى 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 تجيبولي فطيسة من عندهم استفتحوا الأمر بآية من القرآن ينكرونه نكشفوا ما نقادرين يصدروا نفسهم إلا مجوسوا دمال سرطانية لا يستطيعون هلا ممكن هذا الفيديو بكرة بس تناقلوا شوي بدون يعملوا مضادوا أنا أراهنكم أتحدى هذا المحور الخبيث أنه من هذا التاريخ بحثوا شوفوا الفطيسة وحدة منهم يا بيكتب عليها يا صاحب الرمان يا فخادك ورجليك يا زينب ما بنعرفين هي زينب لا الزهرة ما بنعرف إياه ولا علمين هذا علي ما بنعرفه حسن وحسن ما بنعرفه ترى علي عنده أبناء اسمه عمر وأبو بكر وعثمان بس هدول هن ما بيعرفوهم ما بيعرفوهم ينكروهم كشف هذا المحور بكل وضوح لذلك أحذروهم الله سبحانه وتعالى شاءت قدرته أنه دعاء الثكالة والأطفال في سوريا الذين قتلوا واستجيب شوفوا النافق حسن فطس رعبة متل لما قتلوا أطفالنا الآن فرقة الريتوان تان تان شو اسمها الريتوولر هدا روتويلر روتويلر فرقة الروتويلر هاي نوع من أنواع الكلاب كلهم فطسوا ببيوتهم تحيلوا أنه قادة قادة وبيقعدوا ببيوتهم ترى نحن قعدنا سنوات طويلة في المحرر أكثر سنواتنا ما نقعد ببيوت روحوا قد تحت شجرة أحسن ما تقعدوا به لأنه عملاء خبثاء وافتكروا أنه التوأمن لإلهم إسرائيل ما رح تقذيهم ليش؟ لأنه إسرائيل تعلم أنه مشروعهم هو ليس الفناء لإسرائيل إنما الفناء للدين الإسلام أتحداهم أنه يطلعوا في طيصة وحدة من عندهم من النافق حسن لأصغر كلب من عندهم استفتحوا بآية من القرآن ما فيه كشفوا لو سمحتوا أنا من وجه خطاباتنا إلى أهلنا في الدين لا تنغشوا فيهم بها هم محور مكشوف ونصرنا في سوريا أصبح قابة قوسين أو أدنى من أنه ناخد حقوقنا الآن الرسالة إلى هذا المحور النجس في لبنان أنه نجمة الآن ونسأل الله باستدامة أفرحنا بأعزائكم لكن هذه الشماتة ما رح تضل فقط شماتة إنما سننتقل إلى مربع آخر دماغنا ما رح نتركها وللي متنا تطلب خير ترجمة نانسي قنقر